ممكن نجيب الحالات أو صورة البرزيلين لو معنا طيب احنا بنتكلم معنا دلوقتي دي بناء الهجمة هنا دور روجير اهولو اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو اللعيب التجولي هنا هنلاقي الكورة في بناء الهجمة بتاعهم ازاي الاثنين المساكين موجودين ومين اللي نازل يستلم روجير اهولو اللي هو رقم 6 اللي هو التجولي بص حدك الاثنين اللي ارتكازت تانيين حسام تقه اللي هو رقم 8 والتاني جلان الشعلالي بيحاول يفتح هات الصورة اللي بعدها بص النجم السحيل الاخير بص هنا نزل استلم هنا بدأ يظهر مين حسام تقه قدامه وبيبص بيبص المين للباك رايت اللي هو اللي كان في الماتش ده رايت بوشني بيقول له ايه انا هتقدم دي الجملة اللي بيعملوها دايما في بناء الهجمة اللي هو هيتقدم بيشوله هتلاقي الزهير الايمن بيعمل بيده انا هتقدم ومين اللي هيخش الجوه يانساس هات الصورة اللي بعدها بص هنا هيعمل ايه اهو نفس الشاك من اللي جاري ده على الطرف خالص اللي هو اللي عليه السهم الاخدر لتباك رايت من اللي داخل لجوه يانساس اللي هو قدامنا الصورة دي اللي هو يانساس رقم عشرة جايبين صورته ده اللعيب البرازي دايما طول الماتش هنا هنا خلي بال حضرتك هيبقى فيه مشكلة شوية عند علي معلول علي معلول هيبقى ما بين نارين هخش الجوه مين اللي هيمسكه هنا لازم مارسل كولر يكون درس الموضوع ده بس انت في النادي الاهل بتلعب المانع البوزيشن بتاعك ده معنى لو اللعيب بتاعك دخل جوه انت بتسلمه القارب لعيب جنبك وبتفضل في المكان بتاعك يعني هيسلمه الاكرم او مروان عطي نفضيش المساحة بتاعت هنا دي تعمل مشكلة هنا الباكليفت لما دخل معيان ساس فضل مساحة في ظهره للباكرايت يعني كمل هات الصورة اللي بعدها بص هنا راح خلاص انفراد ودي على فكرة نفس اللعبة اللي جابوا منها الجون فين في سانداونز يعني دي الهجمة اللي بيعتمدوا عليها داي اه فضل في المساحة بتاعت الباكليفت وبينطلق فيها الباكرايت الباك اليمين على اساس النيان ساس بيخش الجوه اللي هو الجناح اليمين فعلي معلول يخش معاه فالمساحة تتفضى في ظهر معلول فيضر الباكرايت اللي هو رايت بوشنيبة او محمد بن علي ينطلق في المساحة دي تمام نكمل هنا بقى ده ده تحركات هنا دي الجزء الخاص برودريجز المهاجم وواحد من المهاجمين الممتازين في التحرك بدون كورة هنا هنشرح دوره في ماتشنسان ده وانزف الهدفين عمله فاكرا انت الواحدة يا دكتور ده يعني بيدل انه هو لازم ناخد بالنا من اللعيب ده أخطى اللعيب عنده من أنصاف الفرص بيقدر يسجل ماينفعش ان انا ادي له حرية انه يتحرك براحته يستلم براحته يدخل التمنتاشر ماكنش مراقب صح هنا سنائية بقى سواء ربيعة سواء معبد المنعم سواء ياسر إبراهيم سواء متولي انا النهاردة المهاجم ده بينزل يستلم كتير من تحت بين الخطوط وبيعرف يسحبني معاه عشان يفضل مساحة في ظهري تمام فهنا بص حضرك هو واضحك هنا على الدفاع بتاع ساندونس يعني بص حسام غشة بيباظل مين اللي معاك كورة ده رقم عشر حسام غشة هيباظل عليه الدايرة ده اللي هو مين رودريغز هات الصورة اللي بعدها هتلاقيه نزل استلم بص هنا بص هيبدأ يستلم مين اللي هيتحرك في المساحة الفاضية يانساس هنا المساحة دي مهمة هنا المهاجم كمل هات اللي بعدها هتلاقي يانسا رودريغز لما نزل استلم بص يانساس خد في ظهر المهاجم ودي المساحة اللي فضوها المساحة اللي فضوها فهنا ربيع أو منعم انا لو نزلت مع المهاجم انت خلي بالك ان انت واحد بس اللي ينزل والتاني يبقى موجود والباكليفت يبقى مرحل عشان خاطر تحركات يانساس فهنا رودريغز بيعتبر صنع الالعاب الفعلي غير ان هو مهاجم يعني هم بيعتمدوا عليه في الخروج بالكورة بيستلم تحت ضغط في شكل كويس وبيحضروا عليه فانا مش عايز بصراحة رودريغز يستلم ويلف بيا ليه؟ لو استلم ولف بيك حيروح انفراد حيسلم لزميله فالمدافع هنا لازم مايلفش بيا لازم يكون في تعليمات لعبد المنعم لياسر اللي ربيعة ان رودريغز مايلفش لانه لو لف بيعمل تمريرات حاسمة كمل هنا طبعا راح تنفراد وده الجون اللي جابوه فيه سانداونز في مباراة الزهاب في رادس من هاجمة مرتدة واحدة قدروا يسجله جون كمل دي بقى مباراة الاياب مين برضو اللي دور في الجون؟ رودريغز هنا برضو رودريغز بيقدروا يطلعوا عليه عمل تمريرة واحدة بس حتى اللعبة اللي بيلعبوا عليها انهم دايما يفضل مساحة في ظهر الباكليفت بتاع المنافس بص لما كمل هات الصورة اللي بعدها هتلاقي الباكليفت اللي هو رايد بوشنيبة الباكرايد بتاعهم يعني راح وجاب جون كمل هتلاقي ان هو راح هنا نفس اللعبة دي لو انه شفناها شفناها في مطش ايه النجم الساحلي من شوية اللي احنا كنا يسا عرضينها نفس اللعبة بتتلعب في ظهر الظهير الايصر عندنا بيضوم اساس لقلب الملعب بيفضل مساحة بيفضل المساح عشان يشتغل عليها وهم جابوا منها من هجمة مرتدة فده اسلوب الراجل محفزه لهم ان انا بحاول ان انا اشتغل لانه حافز قدرات العيبته يانساس ما بيدفعش فبيخش الجوة فبيحاول يشتغل على قدرات الباكليمين زي ما احنا شايفين كمل هنا برضو نفس الفكرة بقى في احد مطشاط الدورة التونسي بص يا كابتن اسامة القدرات المهاجم وحداك كنت مهاجم كبير بص بص المهاجم رودريكس بيعمل ايه حطت عينه مع المدافع عشان يكسر المسيادة مسيادة التسلل بيأخر نفسه ومين اللي حيلعبها له حسام تول اللي قلت الحداك عليه اللمسيته للكورة حلوة اللي هو اللي بيلمسه الكورة ده حسام تول وخلي بالك هنا كمهاجم شوف الوقفة بتاعته وقف بالجنب مش وقف بضهره مدي ضهر الحرس مرمى الفري المنافس ده وقف بالجنب شايف الكورة وكورة بحيث تعمله في مساحة قدامه فيقدر يقطع لها عشان يأخر نفسه شوية على ما المدافع يطلع ايوه مضموح فوقف بجنب عشان كده يعني كمل هات الصورة اللي بعد هنا برضو راح ينفرده وقدر يسجل من خلاله فهو بيعرف يسرق المدافعين بيعرف يجيب جون عشان كده المهاجم لودريكس ده واحد من اهم العيف في الترجل بالنسبة للسنادي ناس بناخد بالنا منه اه وبيسجل جاب في كله ماتشاط اللي بليه اوف جوان تقريبا ماتش واحد بس اللي مجابش فيه جوان كمل هنا نفس الشكل ده في ماتش برضو النجم الساحلي في احد الماتشاط برضو تلاقي ده الماتش الاخير ده الهاجمة دي اللي سجل منها اه عملت بالعرض بالعرض اطع على القريبة بشكل كويس فهو عنده كل المميزات هنا القطع بص هنا حضرق هنا محمد أمين بن حميدة اللي هو الباكليفت تقدم ورفع هات الصورة اللي بعدها هتلاقي يعني لا احنا عايز اقفوا ده من اللعبة دي طب اريد ايوه هي اللعبة دي ده نفس الهدف النهاردة شوف المساحة اللي ما بين المدافع والمهاجم فيه مساحة يقدر مهاجم يتحرك فيها علشان كده النهاردة اي حد هلعب في المدافعين الناد الاهلي ما يفعش اننا نديله من المساحة وحرية الحراج داخل التماطيش لازم ما انتم مال لازم مالزق فيه تحديدا تحديدا رمي ربيعة ايوه يعني رمي ربيعة لانه هو المدافع اليمين هنا المدافع هنا المهاجم داخل قطع على القريبة فانا كربيعة لازم اقرب منه لازم اقرب منه ما ينفعش بقى ان انا ارحل في الورا شوية او استناء او الكلام لازم مالزق له لان ده مهاجم بص هو اصلا انا ما عرفش وحطها يعني ايه ببطن لطاشها مش بوش رجله لا ده هو حطتها بوش الخارجي اه حطتها قطع على القريبة وحطتها حلوة جدا فده مهاجم بيعفي جيب جوه لازم نخلي بالنا منه نكمل طيب نشوف بقى التنظيم الهجومي والدفاعي دي عندنا الكرات السبتة هنا واحد من اهم الحاجات واهم الاسلحة احيانا الترجي ما بيعافش يجيب جوان من هجمات مرتدة فبيكون الحل بتاعهم ايه التاني كرات السبتة هم حلين يا هجمة مرتدة يا ضربات سبتة فانا لازم لعبتي تقلل الضربات السبتة اللي على حدود المنطقة لا انت عايز ارجع بس الكرات المرتدة اذا النهاردة والنادي الاهلي بيهاجم والناس شغالة لازم يبقى عندك تكلفات في النواحة الدفاعية عشان الهجمة المرتدة بتاعت الترجل اللي هو مروان عطية ربيعة لازم يبقى فيه واحد فيهم او فيه باك واقف نفترض محمد هاني محمد هاني مثلا هو الباك رايت لازم يبقى واقف مع الاثنين المساكين يبقى عاملك زيادة وراء غير ان مروان عطية مروان عطية برضو بقى له ماتشين لسه محتاجي استعيد مستواه لازم افوه بقى دي ماتشات نهائي والنهائي اللي بيسمع دايما مع الجمهور فلازم يبقى العمك الدفاعي في الهجمات المرتدة خاصة مع العيبة بتعرف تستغل لأنصاف الفرص زي ما شفنا رودريجيز زي ما شفنا الكرة اللي بيعملوها ناحية اليمين فمهم جدا نخلي بالنا من الهجمات المرتدة